هل يحل المرأة الحامل أن تقول أن تقول للطبيب ما هو جنس المولود نعم ما في بأس والطبيب طبعا قد يعرف جنس المولود لكن بعد فترة في الأول ما بيعرفه بعد فترة بعد ما يكبر الجنين أظن بعد ستة أشهر ونحوه ويكتمل تكتمل الأعضاء الجنسية عند الجنين بعد ذلك يمكن من خلال الموجات هو الطبيب تقولوا كاهن طبيب ما عنده موجات؟ موجات دي بعين بها بس حاجة بعين بها ولا دارة طبيبان ده ممكن عين ما هي حاجة يعني ما كهانة دي ما كهانة ولا عرافة ولا كده ما ده أشياء من العلومة الطبيعية يعني زي 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 الإيمو ده مش في مرأة اسمه إيمو والاسم شنو انت بتتكلم وشايف الزول يعني ده قاعد في الخرطوم وانتا قاعد في العريباب وانتا بتتكلم معه واتتكلم معك وشايفه انت شايف الصورة ده في النعمة بنقول اوه هذا من السحر والدجل ما سحر يا زول ده برنامج بتاع تلفون انت في الشوفه وشوفك ما في إباس ما في مشكلة فده برنامج علمي طبيعي يعني ما بيدخل في في الآية شنو ها ولا تدري نفسه ولا تدري من ولا الآية ربنا سبحانه تعالى قال إن الله عنده المساعة وينزل الغيس ويعلم ما في الأرحام لدي ما داخل فيها يعلم ما في الأرحام ده تفسيره براو ما في الأرحام اللي بيعلموا ربنا ده الطبيب ما بيعلموا ربنا قال يعلموا ما في الأرحام ما ده يدخل فيه شنو يدخل فيها لمن يلدوا بسمو منه ها و لمن يلدوا بيعيش وين و حيموت بيتين و مسلم ولا كافر و بيزوج منه ده كله ربنا بيعلم ما ده في طبيب بيعلموا ليك ربنا قال ما في الأرحام ما في الأرحام يدخل فيها صفاته و شكله كيفه و بيجي طويل و صير و بيشتغل مزارع و بيشتغل طبيب و بيشتغل بيع كده مشاكل اللي بتحصله في الدنيا ربنا يعلم ما في الأرحام كله ده ربنا بيعلمه أما الطبيب بس آية ما عنده يعرفه لن ذكر ولا أنسى ألكن قلت للون و شنو ما بعرفه فهذا ما من خصائص الطبيب نعم